وصحافة مصر وطبعا النهاردة بقى عندنا يوم كبير جدا 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 لان صحافة مصر كلها تتكلم عن بالتأكيد المشهد الاهم والاجمل والابرز والاحلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية تانية وبولاية تانية ونستمر بقى ونكمل في اللي احنا بدأناه مع بعض واللي احنا ابنة كانت في ايد بعض فيه وبنيناه واسسناه نستمر في ان احنا نكمله عشان الصورة تكون اجمل باذن الله خليني اشوف مع حضراتكم نبدأ من جريدة الدستور جريدة الدستور منشط الرئيسي ليهم احنا اللي مكملين ده المنشط الرئيسي المهاردة نشوف مع حضراتكم وطبعا خلينا بقى نشوف مع حضراتكم ايه واحنا بنرصد ده نرصد المدارس اللي موجودة في الصحافة المصرية يعني دي مدرسة الدكتور محمد الباز احنا اللي مكملين العنوان طبعا بيحمل الكثير من الاسقطات والكثير من نسميها المكيدة للأعداء والآخرين وارجعيلي بالصورة تاني وكمان نشوف مع حضراتكم صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة مبتسم بينطقوا الصورة بقى ليه لما نشوف العنوان عشان وإحنا بنقرأ نبقى فاهمين إحنا بنشوف إيه دي الصفحة الرئيسية هتلاقي حضرتك العنوان ومتسق مع الصورة الموجودة صورة الرئيس مبتسم وملوحا بيده دي الدستور والمدرسة الجديدة في الدستور دكتور الباز طيب أروح مع حضراتكم لحاجة تانية الأخبار جريدة الأخبار القومية المصرية الوطنية المميزة اختارت النهاردة هذا المنشط وهنشوفه مع حضراتكم مصر الرئيس يحصل على 22 مليون صوت وفوق المنشط الرئيسي مصر تختار السيسي وطبعا زي ما احنا شايفين مع حضراتكم صورة للرئيس وهو بيتحرك أو هو ماشي بشكل وبهيبة معينة وصورة تحت للرئيس والخلفية على مصر دي المدرسة الخاصة بالأخبار في الفترة دي ورصد لل22 مليون لكن العنوان الرئيسي فوق مصر تختار الرئيس ومتحدد بالخط الأحمر واضح دي كانت جريدة الأخبار والأداء المتزن لجريدة الأخبار اروح مع حضراتكم ليه حاجة تانية واحنا بنشوف معاكم برضو مدارس الصحافة النهاردة في اختيار العنوان نشوف معاكم المصري اليوم المصري اليوم طبعا برضو بتتعامل بموضوعية جدا والمصري اليوم الحقيقة مدرسة لا ينكرها إلا جاحد أسست ناس كتير خرجت ناس عظيمة كتير أثرت الصحافة المصرية المصري اليوم رسميا الولاية الثانية للسيسي بـ 97% واللي تحتها احتفالات في الشوارع وبرقيات تهنئة من الخارج والرئيس أعدكم بأن أضل على عهدي المصري اليوم بترصد الخبر بشكل معين وبتختصر من الخبر عنوان وما بيكونش غالبا ما بيكونش فيه حاجة إنشائية أو تعبيرية المصري اليوم بتضع غالبا العنوان الخبري اللي هو المتزن الجامد ما فيهوش تعبير أو ما فيهوش إسقطات معينة أو ما فيهوش أبعاد أخرى فبيبقى الخبر فطبعا ده المنشطة بتاع المصر اليوم ورسميا الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وصورة للجموع المصرية على النحيتين تحت الخبر أروح مع حضراتكم لحاجة تانية ومنشطة جريدة الشروق منشطة جريدة الشروق هنشوف مع حضراتكم ومدرسة الشروق والحقيقة برضو جريدة الشروق من الجرائد المصرية العظيمة وخرجت ناسك وإيسا كتير الرئيس بعد إعلان فوزه رسميا مصر تتسع الجميع وإحنا بنقول تتسع الجميع في النص صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي شاكرا وعلى الجنبين بنتكلم على مشهدين وإحنا بنقول مصر تتسع الجميع من هنا مشهد للمصريين ومن هنا مشهد آخر حضراتكم طبعا لما هتجيبوا الجريدة هتشوفوا الشكل وإحنا بنقرأ الجرائد نبقى فاهمين هذه الجريدة بتخاطبنا إزاي مدرسة هذه الجريدة إيه وبتتكلم إزاي ده كان أشرق وبتتكلم وبتقول الوطنية الانتخابات وجايبين صورة أيضا للوطنية الانتخابات السيسي يحصل على 97.8% من الأصوات وموسى 92.100%